بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة صفا طبعاً النهاردة الحلقة رقم 30 اللي حنيج نجمع فيها حصاد الحلقات الماضية إحنا تكلمنا على مدى الحلقات اللي فاتت يا جماعة عن إنه رمضان أشبه ما يكون ببذرة انبثقت وتفرعت منها شجرة كاملة وارفة الأغصان والفروع تظلل أحياة الإنسان بظل ظليل من المعاني والقيم والأنوار والأخلاق والشمائل اتكلمنا عن إنه رمضان أوسع بكتير من أن يكون مقتصر على الارتباط بقيمة واحدة من قيم الشريعة وإن عظمت بما معناه إحنا تعودنا إن إحنا نقول رمضان شهر القرآن وأحياناً نقول ياخد رمضان شهر الكرم لكن اللي أنا عايز أقوله إنه رمضان أوسع من كده كمان ما زال رمضان تتشعب معانيه ويبين لنا القرآن الكريم أنه مرتبط بعدد مهول من المعاني والقيم والأخلاق مما استعرضناه سوياً وتكلمنا عنه سوياً في الحلقات اللي فاتت أخذنا حل أقولنا فيها إن رمضان شهر القرآن لأنه هو الذي نزل فيه القرآن العظيم ومثل القرآن الكريم في شهر رمضان كمثل البحر إذا كان في حال مد أمواجه هائلة متلاطمة تنثر الأنوار على قلوب العباد والقرآن في بقية أيام السنة هو بعينه ذلك البحر لكن كأنه في حال السكون والهدوء إذا اقترب رمضان من كل سنة وجاءت أيامه الكريمة تحركت أنوار القرآن لأنه يواكب ويصادف مثل الوقت الذي نزل فيه قبل كام من السنوات رمضان شهر القرآن بمعنى أن القلوب تتحرك إلى القرآن حركة زائدة تتعلق به تكثر من تلاوته تكثر من سماعه في صلاة التراويح وفي التهجد وفي التلاوة في المصحف الشريف لمن تعود أن يتلو وأن يختم القرآن في هذا الشهر الكريم رمضان شهر القرآن بمعنى أن معانيه بتكون شديدة الوضوح في سلوكيات الناس تخلق الناس بهدي القرآن في شهر رمضان بيبقى في قمة التخلق رمضان شهر القرآن بتفتح الباب لهذه الشبكة التالية من المعاني والقيم رمضان شهر القرآن ورمضان شهر الكرم اتكلمنا كمان عن أنه رمضان شهر الأدب الرفيع الشهر الذي يطهر فيه الإنسان لسانه من كل لغو ومن كل رفث ومن كل فحش ومن كل بذاءة ومن كل إساءة للناس إياك في شهر رمضان وفيما بعده من أن يكون لسانك مسيئا أو بذيئا أو فاحشا يعني ألزم اللسان أن يكون على حال رفيع من الطهر والرقي والنقاء ونظافة القول خل بال حضرتك دايما من أن تنتقي كلماتك وتتخير الألفاظ الكريمة التي تحب أن تسمعها من الناس لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رمضان شهر الدعاء حيث ارتبط هذا الشهر الكريم بالتضرع إلى الله والافتقار إليه وكثرة سماع الاتلاوة وكثرة الصلاة والتهجد وكثرة رفع الأيدي إلى الله بالضراعة والافتقار والفاقة رمضان شهر الدعاء يا جماعة يعني كتروا أوي من الدعاء في شهر رمضان وخرجوا من رمضان وقد أضيف إلى حياتكم بعد جديد وذوق جديد وأنس جديد بمعنى الدعاء الدعاء مش مجرد كلمات جافة أرفع فيها يدي إلى السماء وأطلب أشياء من الله الدعاء عبودية الدعاء افتقار الدعاء انطراح بين يدي الله الدعاء تعبير عظيم عن افتقار الإنسان إلى كمال الألوهية تصاغر الإنسان أمام عظمة الربوبية اعتراف الإنسان بالافتقار الكامل بين يدي الله يبقى رمضان شهر القرآن رمضان شهر الكرم رمضان شهر الأدب رمضان شهر الدعاء رمضان شهر التقوى يعني رمضان شهر التقوى يعني يوقظ في قلب الإنسان شعور وحرارة باطنية من مراقبة المولى وعظمة حضوره في كل آن وفي كل لحظة وفي كل نفس أو أدنى من ذلك رمضان شهر التقوى يعني يملأ نفس الإنسان بالورع يملأ نفس الإنسان بتعظيم الشعائر يملأ نفس الإنسان بالتحفظ من المعاصي والبعد عن الذنوب والآثام يملأ نفس الإنسان مقومة لانجراف النفس للآثام والشهوات يملأ نفس الإنسان بالتعفف عن الحرمات يملأ نفس الإنسان بغض البصر عن حرمات النساء يملأ نفس الإنسان بألا يأكل حقوق العباد وألا يتعدى عليها رمضان شهر التقوى يا جماعة يعني بيجعل الإنسان حاضر مع الله يجعل هناك رقابة إلهية دائمة بينك وبين الله رمضان شهر القرآن رمضان شهر الكرم رمضان شهر الأدب رمضان شهر الدعاء رمضان شهر التقوى أضفنا أيضا أن رمضان شهر اليسر اليسر معناه إذا دخل رمضان على الناس سارعت الأنفس إلى الجود والكرم والتوسع على الناس فيشعر الفقير أن رمضان من بين أشهر السنة يزداد فيه الرخاء ويزداد فيه اليسر ويتسارع الناس إلى البذل للفقير ويوسعون على الإنسان إذا بالإنسان الفقير يشعر أن رمضان بالفعل شهر اليسر الذي يسر الله به عليه سادتي الكرام سأكمل الكلام معكم ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم وكنا بنقول قبل الفاصل أن رمضان شهر القرآن والكرم والأدب والدعاء والتقوى واليسر رمضان شهر الكمال يعلق الإنسان بأن لا ترضى همته بالدون لا ترضى لهمتك بعمل قاصر يعني كلما دخلت في باب من أبواب الخير اقفز إلى قمة لا تكن همتك منخفضة اجعل همتك في كل باب من أبواب البر والخير والإنسانية والعلم والفكر متعلقة بالقمم دائما رمضان شهر قبول الأعذار يعني رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم لأن الله في شهر رمضان قبل منك العذر وقبل من الإنسان المريض أو المسافر أن يفطر أن يصوم يوم بدلا منه بعد انقضاء رمضان فإذا كان الله قبل عذرك كن أنت صاحب قبول لأعذار الناس ومن أعظم شيم الشريعة أن تقبل الأعذار من الناس إذا اعتذروا إليك رمضان شهر الصبر رمضان شهر القرب من الله رمضان شهر الطمأنينة التي تطمئن فيها القلوب وتأنس بالله جل جلاله رمضان شهر الهدى رمضان شهر الهمة رمضان شهر الاستجابة لدواع الخير رمضان شهر الجنة والوقاية من الذنوب والمعاصي والآثام ووجوه القصور رمضان شهر تشتعل فيه القلوب بالتنافس على الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رمضان شهر الإحسان الذي هو فوق الإتقان رمضان شهر إطعام الطعام رمضان شهر الفرح بالله رمضان شهر الاستدامة للخيرات اللي نتعلم منها أن الإنسان لا يدخل في باب من الأبواب ثم يخفق أو ينقطع أو يفشل فيه رمضان يا جماعة شهر تعظيم شعائر الله شهر القيام لله شهر البينات شهر الشكر رمضان شهر الشفاعة رمضان شهر الإيمان رمضان شهر التشوف إلى كل كمال رمضان شهر المغفرة رمضان شهر الأسرة وشهر تكريم المرأة الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها دي بنستخلص منها الآتي فارق كبير بين أن يكون الإنسان في حال غفلة وبين أن يكون الإنسان في حال يقظة وإفاقة أول رمضان مبييجي بينقذ الإنسان ويوقظه من كل غفلة فالإنسان يلاقي نفسه حاضر واعي مركز منتبه منتبه في إيه ومركز في إيه في علاقته بربنا هو إيه طبيعة علاقتي برب العالمين جل جلاله علاقتي برب العالمين الارتباط الدائم الحضور الدائم العبودية الدائمة العبادة الدائمة الاستعانة الدائمة شهر رمضان يا جماعة ينقل الإنسان من حال الغفلة إلى حال اليقظة حال اليقظة ده اللي هو إيه يعني بالضبط اللي الإنسان يلاقي فيه ما عندوش كده فتور في التعامل مع الصلاة ما عندوش فتور في الالتزام بصدق القول انت اخد بالك لما ربنا كده بينعم عليك نعمة عظيمة يخشع لها قلبك او تفاجأ بامر كده بموت احد الاقارب اللي كانوا محببين اليك بتحس كده في احوال كده وفي اوقات معينة الانسان يشعر فيها بحضور شديد بانه عظيم الافتقار الى الله والمناجاء الى الله لما بيحصل الامر هائل لما بتسمع موعظة مؤثرة لما بتسمع انشاد من الشيخ سيد النقشبندي وهو بيقول مولاي اني ببابك اللحظات اللي بتشعر فيها بخشوع في القلب والتفات وتوجه الى الله دي اللي بتسمى احوال يقظة اول ما اللحظة دي بتعدي وبتبعد شوية وبيعدي عليها يوم والتاني والتالت اتلاقي نفسك بدأت تعود بالتدريج الى حال من الجفاء حاجة كده من اللهم بلاه بتقوم احيانا تصلي لكن ما فيش حضور دا تسمى حال غفلة انا عايز السيادتك تنتقل دائما تاخد بالك من ان رمضان جاء دائما لتكون في حال انتقال من الغفلة الى اليقظة انتقال دائم من الغفلة وتوديع لها واغلاق لبابها واستحضار دائم لليقظة التي لا غفلة بعدها ابدا هو دا جماع المستهدف الاعظم من شهر رمضان يعني كل حال جميل يملأ قلبك من السعادة والفرح والنشاط والهمة والاقبال على الصلوات والاقبال على المساجد والاقبال على التلاوة وتحرك دواع البر والخير في القلب هو دا حال اليقظة انا عايز السيادتك تبقى بهذا الحال طوال ايام السنة طب ازاي الانسان يقدر يحافظ على هذا الحال بكثرة التعرض للامور التي تحرك القلوب مين اللي سيادتك لما بتسمع منه الموعظة اتلاقيه كده قلبك اهتز وانتفض فين الانشاد اللي سيادتك لما بتسمعه للشيخ نصر الدين طبر ولا سيد النقشبندي ولا طوخي ولا عمران ولا طه الفشني ولا غيره اتحس كده انه القلب اهتز وانك فجأة كده حصل لك حال من اليقظة والإفاقة اسمعوا كتير فين الحال اللي سيادتك اذا تعرضت له وشعرت فيه بقلب يقظ وحاضر اكثر من التعرض له اقول لحضرتك سر من الاسرار من اعظم الاسباب التي تجعل الانسان في حال يقظة وحضور مع الله لما بتنزل الى الدور الايتام او الى دور الاحداث او الى المستشفيات اللي بتعالج الاطفال وتراهم امامك انا عايزك تروح يعني روح مستشفى 57 روح مستشفى دكتور مجد يعقوب مؤسسته روح مستشفى الارمان روح مستشفى باهية روح كده دار من دور الايتام واعد كده ما بين الناس واعد كده مع طفل مصاب بالسرطان واعد بس قدامه خمس دقايق واحاول انك انت تبعث فيه شيء من الهمة وتجدد الامل في الشفاء واخرج من هذه الزيارة اشوف ايه الحال الموجود في قلبك حال عظيم وجارف من اليقظة من الانسانية من الافتقار الى الله هذا الحال اللي يسمى حال اليقظة انا عايز السيادتك تبقى في حضور دائم وفي يقظة دائمة وده من اعظم الرسائل والمعاني المطلوبة منك في شهر رمضان واسمحوا لنكمل الكلام ولكن بعد الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم وارجعنا لكم كنا بنتكلم قبل الفاصل عن انه من الحاجات المهمة اللي عايزين نخرج بيها من رمضان ايه مجموعة الاحوال والمواقف اللي الانسان لما بيتعرض ليها بيشعر ان قلبه في حال يقظة علشان نديم التعامل معها والتعرض لها كنت بقول لي سيادتك سر كده من الاسرار بسربهولك من اعظم اسباب الانسانية وحياة القلب ويقظة القلب ان الانسان يكثر من زيارة المرضى خصوصا اذا كان المريض طفل من الاطفال في مستشفيات علاج سرطان الاطفال مثلا عافان الله اياكم وكل مريض لما الانسان ينزل الى دور الايتام لما الانسان يروح يزور اي انسان مريض على فكرة فرق كبير بين انك انت تبعث حاجة من اموالك وتبعث حاجة من صدقاتك او تبعث تبرع الى هذه المؤسسات وبين ان نستك تروح بنفسك ما فيش مانع انك تبعث زي ما انت بتبعث وبتتبرع في اي حساب من الحسابات لكن فرق كبير بين لما تروح ذهابك الى مشاهدة هؤلاء البشر الذين هم في حال ضعف وافتقار الى الله وان الله تعالى قدر عليهم شيء من المرض يتعافون بعد اللحظة دي لما الانسان بيشوفها قدام عينيه تتجدد فيه معاني حياة القلب ولذلك ورد في الحديث الذي يرويه البزار من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انما اتقبل الصلاة مين بقى اللي ربنا بيتقبل منه الصلاة واللي ربنا بيتقبل منه الصيام ايه اهم سبب من اسباب قبول الطاعة بعد الاتيان بالطاعة يعني انا امت صليته وقديت صيام شهر رمضان وختم اهو الحمد لله ايه بقى الحاجة والنكهة التي اذا اضيفت الى العبادة جعلتها مقبولة خلي بالك ده برضو سر اخر انا بديلي سياتكه ما هي الاعمال التي تجعل العمل والطاعة موصوفة بالقبول قال الله تعالى في الحديث القدس انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري طب اللي فد كل ما عني كويسة وجميلة ان الانسان يؤدي الطاعة سواء كنصيام رمضان او ادائر الفرائض والصلوات يؤديها وقلبه امتلئ تواضعا لعظمة جلال الله يبقى قلب حاضر وحيئه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي يعني اياك انك انت تؤدي الطاعة فيتحرك في قلبك ولو للأحظى واحدة انك انت بهذه الطاعة افضل من انسان عاصي يا اخي ما تعرفش حال العباد مع الله يمكن العاصي ده يتوب ويبقى حاله عند ربنا اعظم منك يمكن انت تتكبر على احد بالطاعة فيبطل الله ثوابها ولذلك كان سيد ابن عضاء الله السكندري يقول رب معصية اورثت ذلا وانكسارا بينادي الله يعني خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا يبقى انما اتقبل الصلاة يبقى وسائر الطاعات الصيام وغيره ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصية يعني كل يوم وسيتك داخل تنام جدد فيما بينك وبين الله توبتك اليه ومناجاتك ومناجاتك له اول مسيتك تضع جنبك على الفرشو تيجي تنام اقول له يا رب اي باب من ابواب التفريط او القصور او المعصية صدر مني بعزتك يا رب ما كان هذا استهانة مني بعظمة جلالك ولا تجرؤا على حرماتك انما هو ضعف في نفسي فعالج يا رب ضعف في نفسي وجذبني اليك بجواذي بمحبتك وخذني اليك اخذ الكرام عليك يبقى لم يبت مصرا على معصيته وقطع نهاره في ذكري الاسباب الاربع دي حاجة واللي جاي بعد كده حاجة تانية انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيته وقطع نهاره في ذكري ثم قال بعدها ورحم المسكين الله يبقى اذا قد اصلي وتظل صلاتي موقوفة غير مقبولة الى ان تقبل ببركة ان ارحم مسكينا قد اصوم شهر رمضان ولا يقبل مني صيام الا اذا وصلته وشفعته بان ارحم مسكينا ما هو علشان كده ربنا جعل في ختام رمضان صدقة الفطر وزكاة الفطر علشان يتحقق لك هذا الشرط علشان تجبر خاطر انسان مسكين ام الصيام بتاعك يقبل يعني زي ما هو محتاج منك لي شيء من المال تدعمه به انت محتاج انه انه يتقبل منك المال علشان ربنا يقبل منك الصيام يعني حاجتك اليه اشد من حاجته هو اليك لانه بقبوله هو للصدق اللي انت بتدهاله ام ربنا يقبل منك صيام التلاتين يوم ويقبل منك الصلوات اللي صلتها في شهر رمضان قال الله في حديث القدس اللي احنا بن حكيدة ورحم المسكين انما اتقبل الصلاة ممن وذكر صفات ثم قال ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ورحم المصاب الله اذا من عوامل القبول ومن اسباب القبول الرحمة بالانسان الرحمة بالمسكين وابن السبيل والارملة واسمحوا لنكمل الكلام ولكن بعد الفاصل اهلا وسهلا لحضراتكم في ختام القول واللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل انه لن يقبل الله من عبد عملا صالحا الا اذا ضم الى العمل الصيام والصلاة يعني وما اشبه الا اذا ضم العبد الى العمل مجموعة اشياء صغيرة في المجهود والتكلفة ويسيرة في مشقتها على الانسان لكن هي لبنة الكمال ومفتاح التمام ومفتاح القبول للأعمال يعني سيتك صائم 30 يوم وعملت صلي الترويح والتهجد ستظل هذه الأعمال مستنية كده منك حاجة اخيرة هي التي اشار الله اليها في الحديث القدسي انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مسرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين يبقى رحمتك للمسكين بها تقبل الصلاة وبها يقبل الصيام ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ورحم المصاب يبقى اذا هذه الاشياء يا جماعة هي سبب القبول ارحم مسكينا روح عود مريض روح لمستشفى من المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان او المرضى من الاطفال والكبار وتوقف كده للحظة تدعم بها هذا الانسان معنويا وتخرج وقد خشع قلبك وامتلأ حضورا وبها يتوج عملك بالقبول يا جماعة ما تجعلوش علاقتكم بالانسان اننا اتبرع بس كده في حساب جامد ماه دا عمل طيب وخير كبير تقوم به لكن اياك ان يمنعك هذا من ان يكون لك تردد مستمر على عيادة انسان مريض على زيارة مستشفى من مستشفيات علاج الاطفال اول ما بتعود بينهم يشيع في المكان حال من الرحمة ببركة جبر خاطر هذا الانسان الكثير او المريض يغفر لك بها وتشتد هو قواه المعنوية ويتماثل للشفاء ويكتسب منك طاقة معنوية علشان يبقى عنده امل وهمة انه يقبل على العلاج ويشفى ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ورحم المصاب ثم يقول الله في الحديث القدسي فذلك نوره كنور الشمس اكلأه بعزتي واستحفظه بملائكتي واجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة كانت حلقة اليوم ايها السادة الكرام عن متممات العمل التي تجعل العمل داخل في دائرة القبول ان احنا اتممنا صيام شهر رمضان اتممنا الصلوات الفرائض والسنن والنوافل والرواتب والترويح والتهجد اخرجنا الزكوات والصدقات لكن يبقى عمل متمم للقبول وهو الانسانية والرحمة وادخال لحظة سرور وجبر خاطر على انسان مريض او على انسان كسير او على انسان مديون او على انسان غلبه هم الحياة اكثروا من فتح ابواب البر بالخلق افتحوا ابواب التواصل مع الناس ادخلوا لحظة سرور على قلب انسان بها يقبل الله صالح العمل الذي قمتم به كل سنة وحضراتكم بألف ألف خير كان لي شرف ان اكون معكم في هذه المسيرة الممتدة في برنامجكم لحظة صفا اسأل الله ان اكون قد وفقت في تقديم قبس من النور والحكمة والبصيرة لحضراتكم وان اكون وفقت الى خدمتكم خدمة تلق بمكانتكم السامية والكريمة والرفيعة وان يكون اجر الله على هذا اللسان ما تحركت له القلوب وتعطرت به الاذان اسأل الله ان يجعل كل لحظة من لحظات حياتنا وحياتكم لحظة صفا وان يجعل الله تعالى اعمارنا واعماركم ممتلئة بالبر والنور وان يصل الله تعالى عملنا وعملكم بالقبول كل سنة وحضراتكم بألف ألف خير والقاكم على كل خير واترككم في امان الله